بكرة كابتن محمد عادل حيدير مباراة الاهلي واسموحها مباراة مهمة مش عايز اتكلم كتير عن التحكيم عشان محدش يقول بتضغط على التحكيم والكلام اللي بيقعد يتقل ده لكن انا شايف اهي امام حضرتك كابتن محمد عادل كابتن نوسف البساطي كابتن خالد حسام طه حكم مساعد تاني كابتن براين محمد حكم رابع كابتن ان محمد اللي حانفي حكم للفار ثم كابتن محمود أبو رجال هو مساعدا للفار ولكن انا شايف ان لجنة الحكام اللي وضعت الكابتن محمد عادل تحت ضغط كبير جدا لما تعينه لمباراة للنادي الاهلي بعد ايام قليلة جدا من وقعت مباراة الترجي والنجمة في دولي الابطال واللي حسب فيها ضربة جزاء غير صحيحة للترجي اثارت جدلا واسعا في كل مكان مش من الحكمة يا كابتن ان انت تعمل كده مش من الحكمة ان انت تدي للكابتن محمد عادل مطش جماهيري بعد هاد ادي له مطش في اللطيف مباراة زي مباراة الاهلي وسموحة دي هل من الممكن ان يتقبل جمهور النادي الاهلي او جمهور سموحة اي اخطاء تحصل من الحكم هتقول يا اسلام انت بتضغط والله العظيم تلاتة ما بضغط ولكن انا بقول لحضرتك وضع قدامك واضح واضح واحد غلط في مباراة كلنا بنغلط ولكن واحد غلط في مباراة من 4-5 تيام ادي له مباراة جماهيرية وكبيرة زي دي بعدها بتلات اربعة تيام اتمنى طبعا لتقم التحكيم التوفيق وانه هو يؤدي مباراة جيدة ويدي كل فريق حقه الاهلي عليه ضرب الجزاء احسب سموحه عليه ضرب الجزاء احسب ويجب ان يتم تطبيق القانون بشكل سليم ده اللي انا تمناه انا مش عايز انظر ايه اللي حصل في تونس كل مصر عارف ايه اللي حصل في تونس ولكن اللي انا بقوله لحضرتكو انه يجب ان ننتظر او يجب ان ننظر لمثل هذه الامور ونشوف واحد زي كابتل محمد عادل اسم كبير وحكم كبير وكل حاجة بيغلط غلط تمام في مباراة الترجي والنجم السحلي كلنا شوفنا هذه المباراة وكلنا اتكلمنا عن ضرب الجزاء بعدها بيومين تلاتة تديلوا ماتش الاهلي يسمحها بالنسبة لي موضوع غريب جدا جدا مثل هذه الامور ولكن اتمنى لهم يا رب كل التوفيق ونشوف بكرة مباراة تليق باسم النادي الاهلي وانشاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يفوز بثلاثة نقاط في واحدة من المباريات المهمة جدا 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 طيب خلينا نروح نشوف تقرير لجولة أو جولة عن آخر الأخبار المحلية والعالمية كالعادة في هذا التقرير ثم نستقبل أربعة من نجمنا الكبار اللي حيكونوا موجودين معنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة نجم الكبير كابتن محمد حشيش الأستاذ عصام شالتود الأستاذ محمد أبو علي وانشاء الله